موسيقى كل مكان بالعالم حاليا الحياء مخربطة حالات الإصابة والوفيات بالكورونا عم بتزيد وأغلب الدول سكرت بالكامل لا مدارس ولا مطاعم ولا حركة شوارع ولا حتى مكاتب حكومية فاتحة هذا الشارع بالعادي كنا نمشي فيه ما فيه إلا صوت السيارات والناس هلأ ماشيين زي كأنه الدنيا ليل وصوت العصفير أغلب الدول أخذت الطريقة السهلة للتعامل مع الموضوع استنوا للوقت الخرج وبعدها وقفوا البلد بالكامل لكن في بلد واحد أخذ الطريق الأصعب والأفضل لحل هاي المشكلة هاي البلد هي تايوان تايوان دولة ما حدا معبرها حرفيا منظمة الأمم المتحدة مش راضية تعترف فيها كدولة ولما تايوان حذرت منظمة الصحة العالمية في شهر 12 من 2019 من وباء محتمل جاي من الصين جاهلوهم وقرروا عدم مشاركة هاي المعلومة مع باقي العالم لكن بالرغم من هيك تايوان قررت تبلش تحارب الكورونا لوحدها فحصت القادمين من الصين أبل أي دولة تانية بدأت تستخدم الكمامات واتطبق قواعد التباعد الاجتماعي أبل أي دولة تانية وحتى سكرت حدودها أبل أي دولة تانية في تايوان، الناس عملت هذا جدا من البداية وكلما فعلتهم وبسبب وعي الناس من تجربتهم مع وباء سارس سنة 2003 وسرعة تعامل الحكومة اليوم تايوان من الدول التي اقتصادها ما تأثر زي غيرها بالجائحة ما كان في أي حضر تجول الناس بالشوارع عايشين حياتهم طبيعي المطاعم فاتحة المدارس والجامعات فاتحة والشركات فاتحة والحياة ماشية ولواحد وثلاثين يوم إلى الآن عندهم صفر حالات محلية بالرغم من حدودهم المباشرة مع الصين ومش بس هيك الحكومة في تايوان وقفت مع كل الدول اللي مش معترفة فيها وساعدتهم بالموارد اللي بنوها خلال الأشهر اللي العالم كله ماهتم بمعلوماتهم عن كورونا فيها تايوان لا يمكن تساعد لأن تايوان تساعد إلى الآن تايوان أرسلت 17 مليون كمامة طبية إلى دول زي أمريكا سينجافورا وحتى دول ما عمركم سمعتوا فيها زي بالاو بس أكيد رح تعرف عنها أكثر لما أزورها قريبا المهم تايوان البلد اللي كل الدول جاهلتها علمت العالم درس بإنه الإنسانية أهم من السياسة وإنه بواعي مشترك من الحكومة والشعب حتى أسوأ الأوقات على البشرية ممكن تمر بدون ما تدمر الحياة معها حتى لا يمكننا أن نعرف كمامة كمامة نحن مجموعة من العالم ونحن هنا لأساعد هذه كانت تجربة تايوانية اللي على الأغلب مش رح تشوفوها بالأخبار شاركوا الفيديو وخلي العالم يعرف بإصتهم كثر الله أسفاركم السلام تأمينيز مرحبا أنا ابن حتوتا إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تابعوا رحلتي حول العالم اشتركوا في القناة